مرحباً من الآخر و هلأ شوفي جديد على الساحة في سينما جديد بالصلاة اللبنانية بلش عرضه الأسبوع الماضي الفيلم مقتبس من الواقع اللبناني من إنتاج نيبال عرقجي نيبال عيشت لمدة 25 سنة بباريس وبتحمل مستيخ بالإعلان اشتغلت لمدة 8 سنين بمجال الإعلان وبعدها نشرت أول كتاب لقلة باللغة الفرنسية ولكن عندما نعنوانو «لزومبس سون دي سالو» وليفام نوالاً ميو بعدها كتاب لتوى انتاجي دفل مصد ساويني أو «Blind intersections» ويالي شارك بمهرجانات عديدة في مونريال، بورتجال، بولن، دubaي، بيروت وبركسل خيالة تعرف أكتر على قصد هالفل مانيبال عرقجي نبال عرقجي حضرتك منتجة الفيلم وشاركت كميلة بالتمثيل كتبته كميلة كتبته كميلة كتبته كميلة كتبته 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 المنتجة تبع الفيلم بالنسبة لي منتجة كلمة كبيرة فما أعتبر حالي بروديوسر إذا بدك قدرت جميع المصريات لنصور الفيلم أكيد في تعاون كان لعدة شركات بيانتهم FFA Private Bank وكمانا كتير من الإنفستور ودخلوا بإنتاج هذا الفيلم قديش اليوم ميزانية فيلم سينما لازم تكون الميزانية اللي لازم تبلش منا تحتى نقدر نعمل فيلم سينما في لبنان لا يوجد أن تصور فيلم بنص مليون دولار وفيك تصور فيلم بنص مليون دولار بس أكيد سكاين للمت بس المينموم تحتى تكون الكائيتين مليحة إنه لتكون مرتاح إذا بمليون تصور فيلم بطريقة مرتاحة كنت مرتاحة لا نص مرتاحة مرتاحة أمد نبا عراجي قبل ما نبدأ الحوار سنتابع التريلر وضغري من بعض ونبدأ بالحليس بس أنت أنت لن أفعل انت حمد سوف وصف المدينة ومعذية المترجم اللعنة ويحب تحقيق نحن م اسم يا مدهوب الإطلاع السريع في حدا أن أترأت وزور أديك يلو التفاح أكبروش أن التفاح واللي زرع التفاح واللي قلق عليك بعلق أهوش في عالم مدروبة برأسها الله فيك تعمل هيكي طب ما أنت عارف وضعي ما أفعل الكباس أيها اللي قد تحبني أستثنيني الذي نزل في الصلاة بـ 21 فبوري لكينا في الصلاة اللبنانية رأيت وجوه معروفين، ولكن رأيت وجوه جديد. كيف تتمنى اليوم بالموهبة الجديدة؟ وخاصة أن تبدأ وتغامري في سينما لأول مرة تعملي مع وجوه جديدة؟ لا يوجد أن تقوم بالمثل. لا يوجد استمثيل. في هذا العالم الولد من ربع جيزي في بروكسيل، في حياته موقف قدام كاميرا. أين يقف؟ يقف بالشارع. والأيناب بالشارع إذا أريدك. ماذا تفعل؟ لم يكن يعمل. لم يكن يذهب إلى المدرسة ولم يكن يعمل. كنا نفتح على المدرسة مع لارا ببرج حمود. ورأنا بشكل صحيح جديد. لقد رأيت وجوه جديد. ماذا اسمك؟ قال لي، ماذا تريد أنت؟ لقد رأيت وجوه جديد لارا. كان يقف بالشارع لأرجيلي. نعم. هل أدى عمرو؟ 12 سنة. هذه النقطة المهمة بالفيلم أنه يضطرق لموضوع ميكسيبا، دعارة، أشياء اللي ندخل باستغلال الأطفال، تعنيف الأطفال، اللي عادة معاودين نشوفهم بدوكوماتير وربرتاج، بس قليل تكون بفيلم هلقدم الموضوع هيك فيه أساوي. الفيلم قاسي كتير. ما أقول لك لا، مش كوميديا وحد مخلاش. مؤسل كتير بزيت الوحد. مؤسل. ما فيك تطلع منه منك مخبوط. هيدا اللي بدي أسمع رأيي. بس ما هيدا كمان كنجع بيلي اكتب عن موديع شوي مختلفة عن شو عالم بيكتبوا عادة. لأنه لبنانيين لازم نحكي يعني الحرب يعني السياسة يعني الإسلام والمسيحية لهادول إشياء مجع بيلي اكتب عنهم أبدا ومحلك ما بيهموني بس مش موديع. فينا نحكي عن الواقع بلا ما نضطرق للطائفية بلا ما نضطرق للواقع الاجتماع السياسي نوعبه والحرب. هيدا فين لبناني عم بيحكي عن إشي عم بتصير بلبناني ببيروت يعني وحتى بالأسامة ما عندي ولا محمد ولا جارج ما بتشوف صليب ما بتشوف شخص محجب في أمات مثل الدور يلي انت لعبتي في أم هيك معقولة تكون هالقبية في أمات أكثر من هيك. ميش معقول. ما هيدا ما هيدا اللي عم قلكن يعني تواعدوا نهار معي. تواعدوا نهار معي حقيقة تكون على مناطق حفرجيكم إشياء. خبريني قديش عملت روشيرش هوني قبل ما تبلش بالفيلم يعني قدي برامتي على جمعيات قدي قعدت مع عالم قدي سمعت هموم العالم وقدي وجهتي مشاكل واقعية بالمجتمع اللبناني ومنك تبسط الأفكار اللي عملت فيها الفيلم. ماذا ترهي اللي بقيت؟ على الشي ثلاثة شهور. كل البروفيل بسيكولوجيك طبع الأبيوزر طبع الأبيوزي طبع الولاد طبع فكل هول درسناهم قبل قبل ما نسور مش إنه اخترعت إشياء وقلت خليني خليني أكتب. أكتب ولا ممكن. أبدا. أبدا بتصير عقلك ما بيتخيلها. وبالنسبة للمحليات اللي كمان برامنا عم للك شفت شفت إشياء أنا شفت تعطير شفت عالم عم بتموت الشوعة شفت عالم. مين من كون حضر الفيلم؟ رولا راشد رولا شوية. تريلر. يعني اليوم بالفين وقت نشوف الفين شفنا القصص متل ما هي. يعني إذا بدنا نتقبل واقع ولا لا. هذا واقع اليوم موجود بلبنان. هذا الترقات هيك بلبنان. أوقات القصص البيوت الجيل بالبيت هيدا هي. يعني ما رحتوا ونضفتوا وعملتوا العالم المثالة حتى. فتن على البيوت حرام. ما عملك من أن نضاف لأن العالم هن مش نضاف. بس لما يكون عندك ست أشخاص عايشين بقودة هالقد. سوف ببناء أصلا هو عطي ورح يقشر محلقه. ببنائية عم تهرية تنسى البنائية. العفن على على سقف المطبخ عم ينزل على العالم. عم ما عم يقدروا يتنفسوا. أنا أنا في بيت نجابرة اطلع منه. قد ما قد ما اختنقت من الريحة. فكل هذه الأشياء العالم ما عم بيشوفوها. نحن 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 نبال قديش هيدا هون كان تحدي كثير كبير لإليك. وتحتى ما تيأس العالم اللي عم بيحضروا هيدا الفيلم وتحببيهم بالفين. هلأ الفيلمش لنينقسهم أو نزعلهم بس إنه في بس كم وضيع واقعية عم بيصيروا بهالبلد إنه بس ما نكون عم نخبّي حالنا ورق أصبعنا إنه موجودين. هلأ في كتير إشياء كمان حلوة عم بيصير ببيروت وفي كتير إشياء بوزيتيف و بس في هيدا البارت طبع لبنائن اللي العالم ما بدون يحقو عنه. حلو أنه يظهر الشخص لو زعل أو بك أو تأثر يظهر عنده صرخة من جوا على هايك نوع مواضيع الهدف من اللي عم تفكري فيه بيكون وصل يعني أنا الكومنت اللي كنا عم يجيني كتير أنه نيبال كأنه أكلنا كف بوشنا لأنه ما كان يا ما بدنا نشوفهم يا ما كنا عم نشوفهم بس كمان قديسة خافت الناس اللي انبعاد عن هالجوية اللي حياتهم مرتاحة بس تشوف لأنه كان في شوي براليل للسان يعني عم نشوف العذاب وعم نشوف بس يمكن العالم اللي مرتاحين للأسف هيدول اللي أكتر شي ما عم بيشوفوا هالإشياء هاي بتحس كتير في صخافة بحياتهم صحيح كتابت ولي بالأول أنه خلصت من أصص الحرب ومسيحية وإسلام بس أنه أصص التعتير وكمان عم تعمل متل دوكومنتر شوي أنه عم تعمل بارش نشوف لومي متل ما بأمريكا بفرنسا بيعانو سيانس فكسيون ورر كوميدي هلا أصم مضرور تكون كولتوري لأنه هاي هيك بش مكتوف مكتوف مكتوفي هتكون فيكسيون بكاملة ومال علاقة بالكالتشر اللي عم بيصير ممعون من ضرور يكون عم نعامره لبيوت كيفاني ولا التعثير في فوري مشوف البيوت كيفاني هيدا القصة اللي عم بتصير فيها تصير بأي بلد بالعالم اتس نات تيبك للبنين يعني هادا الفيلم بتحطو ببيريز بلندن بتوكيو بأميركا صحيح موضوع بكل بلد في عالم عم بتعاني عم بتحارب كل يوم مشين تقدر تدفع الفيطورة الكهرباء آخر الشهر أو فهدول الموادية عندك يون بكل البلدين مش مش بس اللبناني رولا كادي رح انهي معي نيبال يلي ما بحف إذا العالم كتير بتعرف شو صار بالولد انتي مظبوط هيدا الولد شلطو من الطريق وخلي وعطيتوه دور ايتي يمثل ومثلو كتير بس كمان يلي كتير اللي بيعرفوا انه هيدا الولد عانى كتير من هيدا الدور اي نحنا قبل ما نصور حكينا ما وحكينا مع عائلته لانه كمان منه عنده وعنده أهل وعنده وفسر نيله ونشو الدور وكيف قديه قديه صعب يعني كان بدنا وولد يكون شوي مدعوك لانه انا ما كان في في كتير من صحابي قالوا لي نيبال انا ابني عمره 12 سنة يخدير تقولون سايكولوجيكلي ما حي ما حي يقدر يفهمه بس على قريدي شايف اشياء كتير قريدي معانا بحياته هلا في مشهد اللي مشهد اللي كتير صعب لما بيكون في رجال عم يغتصبه مظبوط تاني يوم ما كان بضيج على التصوير لانه كان مفكر انه حنجا عن عيد المشهد وما بق بده انه ومشهد كتير صعب يعني مش يعني عم بحكي عنه وانا بيبي فسرنيل انه تخيل قديه في انت قديه تضيقت ومبس صورنا يعني الزلمي مدى قارك فتخيل كل هالولاد اللي عن جد عم بيصير هيك فيهم قديه بيكونوا عم يتخزقوا من جوه وقديه عم يتضيقوا وقديه عم بيعانوا فنحنا عم نعمل كمان هالاشياء كرميل هالولاد اللي يعني بيصير فيهم هيك يحكوا بالموضوع يطلعوا منا كلمة اخيرة ومن الاخر تينو كرم من الاخر روح دارو الفيلم روح دارو الفيلم وبدي سلم على رايا وسامير أصحابي اللي ممسلين معاك بالفيلم راشد محصلين بجي اقولك للأسد حبيته لانه بوجع بس نقل انه انا بحب الوجع بس لانه عن جد تفتلي نظري عاشية بدي ما حبه وكنت بس حبيته دائمzy Muslim أنا حبيت اللي شفتلي اكيد بروح بحد الد Auckland رولة كاري أنا انا انا لئك feedback هذا اكبر روح وس BETchenity توني ابو جاودي وكلهم قبلوا يلعبوا أدوار بسيطة بس كرماني ساهم ومشان يساعدوني فبدي أشكرون وأنا بدألك برافو أني بعد عراجي هيدا أول تجربة لإليك بالفلومي بس إن شاء الله تكون وجه خير عليك وأنا أكيد أنه وجه رح سيكون خير لأنه مستوى فجأت نعمل بالفيل مستوى حلو كثير وعال كثير ونحن منشوف حالنا في مش ناك بدألك محسوبك وأهلا وسائلا فيك بمن الآخر برايك تاني بحلقنا بوقت لبرايك ما تروحوا لمحال بل شعلقوا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك برايك وامنرجع ما كان يعني صاحب الشركي لبنان عزمتوا على لبنان عضفتوا على لبنان بما أنه بسين عملوا مثلوا صحيح كازا لبنان عملوا كفية سوبر هاي انترنت يعني بتكون موصولة بفايبر أبتك وممكن توصل السبيد لحديد الميت ميجابيتس بر ساكند ليش الزعل ليش البكي ما رقع شباكي وحكي هلأ الصوت موجود الشطارة انه واحد يقدر يقدم مشروع مختلف يقدر يكون مختلف عن كل الموجود شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة